فهذه الأمور اللي هي ابتدأت في أيام الرسول يحنى ابتدأت مظاهرها في الكنيسة الأولى ويحنى الرسول حارب هذه البدعة حارب هذا العلم الكاذب حارب هؤلاء الناس الذين يدسون بدع الهلاك حارب هذه الجماعة حتى يثبت الحق الكتابي يثبت الحق الإلهي هذه كانت إرسالية يحنى فإذن هذا الروح هو روح شيطاني اللي بيتكلم عنه في التمثال الأولى إصحاح أربعة والآية الأولى بيتبعون أرواح وشياطين مضلة يعني أرواح كاذبة وشياطين مضلة وهذه الأرواح والشياطين الكاذبة هي مجسمة في المعلمين الكذبة والأنبياء الكذبة اللي بيتكلموا من الأرض للناس مشان هيك الناس عن ابتقبلهم لاحظ ما يقول الرسول يحنى منا خرجوا لكنهم لم يكونوا منا من الأصل يعني مش مولودين ثانية لأنهم لو كانوا منا لبقوا معنا لكن ليظهروا أنهم ليسوا جميعهم منا ثم قال الرسول بولوس ومنكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون بأمور ملتوية لاحظ بولوس كان بيتكلم لقصوص أفسوس كان بيتكلم لخدام الرب بقول ومنكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون بأمور ملتوية ليجتذبوا التلاميذ وراءهم أعمال الرسل إصحاء عشرين آية تلاتين في آية تسعة وعشرين شو بسمي هاي الجماعة ذئاب خاطفة لتشفق على الرعية وهل شفت ذئاب تحيط بخروف وكيف تمزق الضحية ما في أي رحمة ولا في أي شفقة بيتكلم عن هاي الناس اللي حتى لو كلامهم معسول حتى لو كلامهم يعني يظهر أنه منطق لكن بالحقيقة عم بيبثوا سموم في الناس الرسول يحنى عم بيحارب هذه البدعة ويقول منا خرجوا يعني كانوا منا لكنهم لم يكونوا منا في الأصل والرسول بولوس يقول ومنكم أنتم من خدام الرب سيقوم رجال يتكلمون بأمور ملتوية ليجتذبوا لأنه دايما عندهم الكارزمة ما هو اللي بيسلك في الجسد عنده الكارزمة عنده الجاذبية عنده القابلية حتى يقنع وحتى يضل طبعا الناس اللي مش مليانة مش ثابتة بكلمة الله